بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة تكاملات مسلسية من الشكل كوسين mx ضرب سين nx بdx أو سين mx بسين nx بdx أو كوسين mx بكوسين nx بdx يعني الخلاف هنا فقط بالزوايا إما أن تكون n أو أن تكون m حيث ال-n وال-n أعداد حقيقية في هذه الحالة سنستخدم الدساتير التالية أولا نشرح قليلا كلنا يعلم أنه سين a زائد b يساوي إلى سين الأولى كوسين الثانية زائد كوسين الأولى بسين الثاني وكلنا يعلم أنه سين a نائس b هو عبارة عن سين الأولى بكوسين الثاني نائس كوسين الأولى بسين الثاني إذن هذا الدستور من هذا الدستور إذا جمعنا طرفا إلى طرف فإنني أحصل على سين المجموع سين a زائد b زائد سين الفرق a نائس b هذا في الطرف الأيسر ماذا يساوي؟ هذا المقدار هو نفسه هذا المقدار سين a في b سين a في b إذن هو عبارة عن سين a في كوسين b سين a في كوسين b يصير 2 سين a في كوسين b الآن لو نظرنا أن هذا المقدار هذا هو نفسه هذا المقدار ولكن واحد بإشارة موجب والثاني بإشارة سالبة من هنا نحصل على لو حاولنا نخلص من الاثنين فإنني أحصل على الدستور الأول إنه سين ال a بي سين بي كوسين ال b ما هو إلا نصف سين مجموع الزاويتين زائد سين فرق الزاويتين إذن هذا هو الدستور الأول هذا بالجمع طيب الآن لو رجعنا لنفس العلاقة عوض ما نجمع الآن لنحاول أن نطرح الطرفين فلو طرحنا لحصلنا ما يلي إذن لو ضربنا هذه الآن ضربنا هذا بإشارة سالب فإنني سأحصل على سين ال a زائد b نائس سين a نائس b الآن لو جينا هنا هذا سين a b كوسين b هذا سالب سين a b كوسين b بيروح مع بعض هذا السالب في السلد يصير موجب إذن هذا هو نفسه هذا إذن دي طلع معي اثنين كوسين a b سين b من هنا نحصل على أن كوسين ال a b سين ال b ما هو إلا نصف عبارة عن سين ال a زائد b نائس سين ال a نائس b إذن من هذه الدستور نحصل على هاتين الدستورين بنفس الأسلوب تماما لو تذكرنا أنه الكوسين يملك نفس الدستور إن كوسين a زائد b ما هو إلا كوسين الأولى بكوسين الثاني نائس سين الأولى بسين الثاني هذا إذا كان مجموع زائدين إذا كان فرق كوسين a نائس ال b هو كوسين الأولى بكوسين الثانية زائد سين الأولى بسين الثاني الآن بلجمع طرفا إلى طرفا نحصل على كوسين المجموع a زائد b زائد كوساين الفرق A نائس B هذا جمعنا الطرف الأيسان للأيسان هذا هو نفسه فنحصل على 2 كوساين A بكوساين B طبعا هذا بإشارة موجبة هذا بإشارة سالة B من هنا فنحصل على الدستور أن كوساين A بكوساين B ما هو إلا نصف كوساين مجموع A زائد B زائد كوساين فرق A نائس B هذا بالنسبة للجداء الآن بنفس الأسلوب إذا ضربنا هذه بإشارة نائس وجمعنا طرفا إلى طرف فبدي يطلع معي كوساين A نائس B سالب كوساين A زائد B سيساوي إلى طبعا هذا بإشارة سالب وهذا إشارة موجب بيروح مع بعض هذا سالب يسالب موجب بدأتصير معي موجب زائد موجب موجب هذا المقدر هو نفسه هذا المقدر في الجمع بدي أعطينا 2 ساين A بساين B من هنا إذا قسمنا على 2 فنحصل على أن ساين A بساين B ما هو إلا نصف كوساين A نائس B نائس كوساين A زائد B إذن هذه هي الدساتير وهذه هي طريقة الحصول عليها لو عدنا إلى الأعلى فإنني أحصل على الدساتير كتبناها هنا بشكل مباشر إن ساين A بكوساين B ساين بكوساين هو نصف ساين المجموع زائد ساين الفرق كوساين بكوساين هي نصف كوساين المجموع زائد كوساين الفرق ساين بساين هي نصف كوساين الفرق نائس كوساين المجموع باستخدام هذه الدساتير يمكن تحويل التكاملات الجداء إلى تكاملات مجموع وهذه تصبح مسألة شهيرة وبسيطة مثال على ذلك اخدنا سين 2x بسين 3x إذن هذه سين بسين فإذن نستخدم هذه هذا ما هو إلا نصف تكامل كوسين الفرق فرق الزاويتين كوسين 2 راح 3 2x راح 3x سالب كوسين مجموع 2x زائد 3x هذا هو bdx ولكن 2x راح 3x إذا هذا ما هو إلا نصف تكامل كوسين سالب x سالب كوسين 5x هذا كله bdx ولكن الكوسين دالة زوجية فكوسين سالب x ونفسه تكامل كوسين x سالب كوسين 5x bdx الآن هذا تكامل الأول تكامل كوسين هو ساين وتكامل كوسين 5x هو 5 ساين 5x زائد ثابت التكامل وهذا اللي حصلنا عليه هنا طبعا بره مضروب بنصف هذا مضروب بره بنصف إذا بمعنى هذا نضرب بنصف وخمس ضرب بنصف بصير 1 على 10 وهذا اللي حصلنا عليه هنا بنفس الاسلوب تماما إذا حطينا من صفر للباي على 2 ساين 3x كوسين 2x bdx فيصبح بدلالته من الصفر إلى الباي على 2 الآن ساين بكوسين حسب الحالة الأولى هي ساين مجموع ساين المجموع هو 3 زائد 2 5x زائد ساين فرق 3 راح 2 هي 1 bdx إذن وهذا اللي حصلنا عليه هنا ساين 5x زائد ساين x وهذا كله بdx تكامل ساين 5x سالب 5 كوسين 5x وتكامل ساين هو سالب ساين x سالب كوسين x هذا وبره مضروب بنصف ومن الصفر إلى الباي على 2 وهذا اللي حصلنا عليه طبعا النصف إذا دخلنا إلى داخل سالب 1 على 10 هنا سالب نصف من الصفر إلى الباي على 2 نعود أولا في الباي على 2 ثم نعود في الصفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته